روية أن أهل مدينة مبنج في شمال الجزيرة كانوا نصارى كتبوا إلى عمر والخطاب يقولون دعنا ندخل أرضك تجاراً وتعشرنا تعطينا العشر فشوأة عمر رضي الله عنه الصحابة فوافقوا وأصبحت سنة ماضية إذا كان نقدم بالتجار من المسلمين فيسأل هل أدى زكاة هذه التجارة أم لا ويقبل بيمينه على ذلك هكذا نرى أن العشور تختلف تباماً عن صورة الجمارك المفروضة اليوم على كل من يأتي من الخارج سواء كان تاجنا مسلماً أم غير مسلم كان هذا كله موارد من موارد بيت مال المسلمين أو ما يطلق عليه اليوم بالإيرادات والمصارف لهذا البيت بيت المال كانت أرزاق الولاء والقضاء ومضفو الدولة والعمال في المصرح العامة من هؤلاء أمير المؤمنين أو الخليفة نفسه ثانياً رواتب الجند والعسكر ولم يكن هناك في حياة النبي عليه الصلاة والسلام مرتبات معينة للجند لأن الجميع كانوا جنوداً ولم يكن هناك جيش نظامي بالمعنى المعروف وكان الجميع يأخذ من أربعة أخماس الغنائم والخراج لما ولي أبو بكر الصديق سوا بين الناس في الأعطيات فلما جاء عمر قسم العطاء مفصلاً على هذه القاعدة كانت مثلاً 12 ألف درهم لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام ولعمه العباس 5 ألف درهم لأهل بدر ألحق بهم الحسن والحسين 4 ألف درهم لمن كان إسلامه كأهل بدر لكن لمن شدها وألحق بهم أسامة بن زين 3000 لعبد الله بن عمر وأبناء المهاجرين والأنصار كعمر بن أبي سلمة 1000 درهم لأبناء المهاجرين والأنصار 800 درهم لأهل مكة من 300 إلى 400 درهم لسائر الناس 600 درهم لنساء المهاجرين والأنصار 9000 درهم لأمراء الجيوش والقراء فكان هناك تصنيف واضح لهذا البيت طبعا لما كثر الناس كثر الحاجة للحضارة العمرانية يشتغل كثير من الأمة سواء كان بالصناع أو بالجهاد أو بغيره لجأت دولة إلى الجيش النظامي أصبح هناك ديوان خاص اسمه ديوان الجند له مرتبات خاصة على رأس كل سنة وكان يصف أيضا على تجهيز الجيوش والآلات والقتال من سلاح وذخائر وخيل وما يقوم مقامها كان يصرف على إقامة المشروعات العامة الجسور، السدود، الطرق، المباني، دور الاستراحة، المساجد كانت تنقل مصرفات المؤسسات الاجتماعية مثل المستشفيات، السجون، مرافق الدولة وغيرها كانت تدفع من بيت ما المسلمين توزيع الأرزاق يعني الرواتب على الفقراء واليتامة والأرامل وكل من لا عائلة له الدولة تكفلوا، طوام التكافل الاجتماعي، تأمين صحي ومن من عرض هذا يا جماعة الخير يتضح النظام الاقتصادي الدقيق ابتكرة الحضارة الإسلامية في خطوات أولى ومبكرة جدا قبل أي حضارة أخرى في صاحب السبق في تنظيم الموارد والمصارف المالية الخاصة بالدولة ويبقى بعد هذه الموارد والمصارف كلها قد تفاجئ الدولة بكارثة أو مجاعة أو قحط شديد أو وباء قاتل وهنا يكون ندب الأغنياء وحف الأغنياء على الصدقة والعطاء لإنقاذ جموع المسلمين دون إكراه على ذلك فعل ذلك عثماء بن عفان مع المجاعة في عهد أبي بكر الصديق عندما تصدق بأموال طائلة لنجدة المسلمين فعل ذلك عبد الرحمن بن عوف في عهد عمر بن الخطام وامثال ذلك كثير في التاريخ الإسلامي هذا مما يضمن استمرارية تدفق الأموال على خزينة الدولة دون إكراه أو مصادرة أو إجبار هذه المنظومة الاقتصادية في الحضارة الإسلامية كانت تمثل معلم بارز مما عالم تلك الحضارة ضمنت تلك الحضارة وتلك الدولة المسلمة الاستقلالية والاستمرارية والتوسع والانتشار الشفافية في التعامل الحرية في اتخاذ القرار أن الدولة متى اعتمدت على غيرها في المساعدات والقروض وتخلت طواعية عن سيادتها واستقلالها لصالح من تأخذونه الأموال وقعت بالفعل في كثير من الأحيان إلى الضعف والمهانة هذا هو جزء مما كانت عليه هذه الحضارة الإسلامية وهذا النظام المالي الإسلامي أكثر الأنظمة استقلالاً وأنبلها غاية في حضارتنا لذلك قرر القرآن الكريم هذا أمر في قول الله تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم فهدفت الحضارة الإسلامية إلى وجوب تداول الأموال بين الناس جميعاً عدم اختصار ذلك على فئة الأغنياء لأن ذلك من يسبب حارجاً في المجتمع وإعلاء لطبقة بعينها دون أي وجه حق فكان بيت المال بمنزلة الركن الحصين الذي لاجت إليه مؤسسات الحكم في الحضارة الإسلامية في العصور المختلفة ولبى كل المتطلبات والمستلزمات والمستحقات التي فرضت عليه على أكمل صورة وأفضلها والحق أن بيت المال في حضارة إسلامية تعبر بجلاء عن دقة وتنظيم هذه الحضارة منذ بداياتها الأولى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد لنا هذه الأمجاد مرة أخرى يا رب العالمين أيها الحبة نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة بإذن الله إلى هناك أنتم في أمان الله في حفظه ورعايته يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته